اجراء المسح الضوئي لصورة باستخدام كاميرا الويب باستخدام HP Smart لنظام التشغيل Mac OS. التقاط نسخة من مستند أو صورة باستخدام كاميرا الويب الخاصة بالجهاز في تطبيق HP Smart. ويمكنك بعد ذلك تعديلها ومشاركتها باستخدام البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي. ابدأ بفتح تطبيق HP Smart. على الشاشة الرئيسية، انقر فوق المسح الضوئي. انقر فوق إنشاء حساب للتسجيل لحساب HP Smart لكي تبدأ المسح الضوئي باستخدام كاميرا الويب. إذا كان لديك بالفعل حساب HP Smart، فانقر فوق تسجيل الدخول لتسجيل الدخول إلى حسابك. انقر فوق البدء. ستفتح نافذة المسح الضوئي. في الزاوية العلوية اليمنى، انقر فوق الكاميرا. يتم فتح شاشة الالتقاط والحفظ والمشاركة عند استخدام الكاميرا للمسح الضوئي للمرة الأولى. انقر فوق البدء. يحتاج HP Smart إلى الوصول إلى كاميرا الويب الخاصة بالجهاز لإجراء المسح الضوئي. إذا لم يتم منح الإذن لـ HP Smart بالفعل لاستخدام الكاميرا، سيطلب التطبيق الإذن للوصول إلى الكاميرا. انقر فوق فتح الخصوصية لفتح إعدادات الأمان والخصوصية في ماك. في الجزء الأيسر، انقر فوق الكاميرا وضع علامة في صندوق الاختيار الموجود بجوار HP Smart. أغلق تطبيق HP Smart وأعد فتحه حتى يتم تفعيل الإعدادات. بمجرد أن يتاح لـ HP Smart الوصول إلى كاميرا الويب، سترى معاينة الكاميرا. أمسك المستند أو الصورة أمام الكاميرا، وانقر فوق زر التقاط الصورة الدائرية. تظهر نافذة التعرف على الحواف. إذا كانت الصورة التي تم مسحها ضوئياً غير مرضية، انقر فوق سهم العودة إلى الخلف الموجود في الزاوية العلوية اليسرى لإجراء المسح الضوئي مرة أخرى. إذا كنت راضياً عن نتيجة المسح الضوئي، انقر فوق إحدى النقاط الزرقاء مع السحب لضبط حدود الصورة، ثم انقر فوق تطبيق. تظهر نافذة المعاينة. يمكنك إضافة صفحات أخرى إلى المستند الممسوح ضوئياً، وتغيير ترتيب صفحات الملف إذا كان متعدد الصفحات، وتغيير اسم الملف أو نوعه، أو تعديل الصورة الممسوحة ضوئياً. بعد إجراء التعديلات، انقر فوق تم. تعرض شاشة المعاينة المستندات الممسوحة ضوئياً مع التغييرات التي أجريت على الملفات. انقر فوق طباعة لطباعة الملف الممسوح ضوئياً. لحفظ الملف الممسوح ضوئياً في ماك، انقر فوق حفظ. افتح الموقع الذي تريد حفظ الملف الممسوح ضوئياً فيه، ثم انقر فوق حفظ. لمشاركة الملف الممسوح ضوئياً عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، انقر فوق مشاركة وحدد خيار المشاركة المطلوب. يمكنك إنشاء اختصارات للطباعة والإرسال عبر البريد الإلكتروني أو حفظ الملفات الممسوحة ضوئياً في حساب السحابة الخاص بك في HP Smart. لإنشاء اختصار أو لاستخدام اختصار موجود، انقر فوق الاختصارات. لإرسال الملف الممسوح ضوئياً عبر الفاكس، انقر فوق إرسال بالفاكس. انقر على علامة تبويب قوائم التشغيل للعثور على لغتك. ابحث عن فيديوهات دعم HP الرسمية. ترجمة نانسي قنقر